إذن ثلوج إن شاء الله ستخص أغلب المرتفعات الغربية وكذلك الشرقية التي يفوق علواء الألف والمائتين متر مع تسجيل تساقط أمطار رعدية ستكون محليا معتبرة تميز أغلب المناطق الشمالية بداية من يوم الغد الجمعة بحول الله وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي تؤكد على أن المناطق الشمالية على موعد مع منخفض للضغط الجوي سيتمثل في تساقط أمطار رعدية محليا معتبرة إن شاء الله في البداية ستخص المناطق الغربية خلال صباحة يوم الغد الجمعة خلال الظاهرة تنتقل الأمطار لتميز الولايات الوسطى وكذلك الشرقية بحول الله وحسب التوقعات الأمطار بإذن الله ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع إن شاء الله نهاية الأسبوع المقبل بحول الله على فترات متقطعة سيكون في تساقط الأمطار وكذلك رح نسلو تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية الغربي خلال مساء يوم الغد الجمعة ويوم السبت بحول الله وكذلك يوم الأحد الثلوج ستخص المرتفعات الداخلية الشرقية التي كذلك يفوق علوها الألف والمائتين متر بحول الله إن شاء الله تكون أمطار خير إذن أجواء شاتوية بامتياز بداية من يوم الغد الجمعة الولايات المعنية بتساقط الأمطار يكون من وهران سيدي بالعباس سعيدة مشرية نعامة البيض غيليزان تيارة شلفت نس الجزاء العاصمة البوليدة عنو السارة الجلفة بوسعادة الأغواط أفلو ولد جلال كذلك فيما يخص بسكرة باتنا لمسيلا باريكا خنشلا ولأيت تبسا سوقها رأس عنا باس كيكدا ديجل بيجاية تيزي وزول بويرة وكذلك فيما يخص إن شاء الله البوليدة فيما يخص حتى على الوادي وتوكورت أيضا بغردايا يرتقى بكم في تساقط بعض الأمطار إن شاء الله خلال يوم السبت بحوله إذن كمية الأمطار خلال يوم الغد الجمعة على المناطق الغربية تحديدا الداخلية قد تتعدى 50 مليمتر محليا على الولايات الوسطى وكذلك الشرقية تتراوح بين 30 حتى 50 مليمتر محليا إن شاء الله إذن تحسن مؤقت خلال يوم الأحد بحول الله وبداية من يوم الأثناء سيكون فيه كذلك تساقط أمطار بحول الله تستمر حسب النماذج الرقمية طويلة المدى إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل بحول الله إن شاء الله تكون أمطار خير فيما يخص أغلب الولايات المعنية بتساقط الأمطار يرتقى بيكون فيه إن شاء الله خلال ظاهرة اليوم وقبل قدوم الإسرعب الجوي درجات حرارة مرتفعة لأغلب المناطق الشمالية خاصة الولايات الغربية إذن خلال ظاهرة اليوم ستتعدى 27 درجة بيشلف مع سكرت لمسان غليزان عين الدفلة 25 درجة وهران عن تيموشنت ومست غانم بين 23 حتى 25 درجة بحول الله الجزائر العاصمة 21 درجة الأغوات وبسكرة تقارب 23 درجة حتى خلال يوم الغد إن شاء الله تبقى مرتفعة للمناطق الشرقية ككل من عنابة بجاية جيجي الواسكدة تصل بإذن الله إلى حوالي 23 درجة بداية من يوم إن شاء الله السد درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال الظاهرة ستنخفض على أغلب المناطق الشمالية كما نلاحظوا خاصة المناطق الداخلية إن شاء الله الشرقية تتراوح للعمو فيما يخص المناطق الداخلية الهضاب العليا ومنطقة الأوراس بين 5 إلى 12 درجة فقط خلال الظاهرة السواحل الوطنية تتراوح إن شاء الله بين 15 إلى 17 درجة الولايات الجنوبية كما شفنا سيكون فيه احتمال تساقط بعض الأمطار على منطقة الواحد درجات الحرارة الدنيا المسجلة خلال الفترة المسائية والصباحية ستكون جد منخفضة بالنسبة لتامنرس إليزي جونت إنامناس كذلك على بشار وبني عباس تقارب إن شاء الله بين حوالي الأربعة إلى 6 درجة فقط القصوى كعلى مقياس خلال ظاهرة اليوم في حدود إن شاء الله إذن ستقارب 28 درجة 25 درجة بإن صالح وأدرار 17 درجة بإليزي جونت 20 درجة على بشار تين دوف وكذلك ببني عباس تصل خلال ظاهرة اليوم الخميس إن شاء الله إلى حوالي 17 درجة كذلك بالوادي لمغير تقورت إن شاء الله فيما يخص مشاهدين توقعات حالة البحر بداية من يوم الغد سيتحول البحر إلى جد مصدرب الرياح قد تتعدى سرعة 50 كم في ساعة تقريبا على أغلب السواحل الوطنية مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج يتروح إن شاء الله بين المترين إلى 3 أمتار ونصف تقريبا على كافة السواحل الوطنية بداية من يوم السبت يتحول البحر إلى الشديد الهيجان كما نلاحظه وسرعة الرياح قد تتعدى 70 كم في ساعة بالنسبة للسواحل الغربية وكذلك الشرقية إن شاء الله إذن مشاهدين تغير في الوضعية الجوية الحمد لله ثلوج وأمطار متوقعة مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة إن شاء الله على المناطق الشمالية خلال الساعات القليلة المقبلة بحول الله أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة والعودة إليك أحلام شكرا لك أنا أخوات ريا على كل هذه